الكولا المعروف علميا باسم فيسكيلوركتوس سينيريز هو حيوان جرابي موطنه الاصلي استراليا يعرف الكولا بمظهره المميز واسلوب حياته الفريد ويشار اليه غالبا باسم دب الكولا على الرغم من انه لا يرتبط بارتباطا وثيقا بالدبابة الحقيقية يمكن التعرف على الكوالا على الفور من خلال وجوهها المستديرة واذانها الرقيقة وانفها الاسود المميز لديهم فرو سميك وصوفي يتراوح لونه من الرمادي الى البني مما يساعدهم على الاندماج في موطنهم المفضل غابات الاوكالبتوس هذه الجرابيات هي مخلوقات شجرية تقضي معظم حياتها في الاشجار يتكون نظامهم الغذائي المتخصص بالكامل تقريبا من اوراق الكينة التي توفر لهم الماء والمودن المغذية واحدة من ابرز جوانب الكوالا هي قدرتها على هضم السموم الموجودة في اوراق الكينة وهو نظام غذائي شديد سمية للعديد من الحيوانات الاخرى تتمتع الكولا بجهاز هضمي فريد يتكيف مع تحطيم المركبات القاسية والسمة الموجودة في الاوراق وهي حيوانات مستقرة تقضي حوالي 18 الى 20 ساعة يوميا في النوم او الراحة على الفروع للحفاظ على الطاقة الكولا هي حيوانات جرابية مما يعني انها تلد ذرية غير متطورة نسبيا تستمر في التطور خارج الرحم داخل كيس بعد الولادة يصحف صغير الكولا المعروف باسم جوي الى جراب امه حيث يستمر في النمو والتطور لعدة اشهر قبل ان يخرج تدريجيا ويركب على ظهر امه ولسوء الحظ تواجه الكولا العديد من التهديدات كان لفقدان الموائل بسبب التحضر وازالة الغابات وحرائق الغابات فضلا عن امراض مثل الكلاميديا اثار كبيرة على سكانها وتتركز جهود للحفظ على الحفاظ على موائلها الطبيعية واستعادتها وتنفيذ تدابير لمنع انتقال الامراض وزيادة الوعي العام حول اهمية حماية هذه الجرابيات المحبوبة باختصار الكلة هو حيوان جرابي فريد وجذاب موطنه استراليا ان تكيفاته المتخصصة بما في ذلك نظامه الغذائي وجهازه الهضمي واسلوب حياته الذي يعيش على الاشجار تجعله رمزا رمزيا للحياة البرية المتنوعة في البلال ومع ذلك فهي تواجه ايضا تحديات كبيرة تتطلب بذل جهود مستمرة للحفاظ عليها لضمان بقائها للاجيال القادمة اشتركوا في القناة